السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة التربية الفنية عنوان درسنا الفضاء الخارجي في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التحليم عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي أنصت وأستمع جيدا لمعلمي ولمعلمتي وأتابع الدرس حتى نهاية لأفهمه وأستوعبه جيدا أيضا لدينا إرشادات في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة مثل المقص، المشرط، الدبابيس ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ أحسنتم ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك أيضا أحافظ على النظافة فقد أستخدم الألوان وقد أقص قصاصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت هدايا بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون كذلك ملابسي لا أولى الطخوة بالألوان طاولتي أيضا أبقيها نظيفة فأضع النفايات قصاصات الورق أحسنتم في سلة المهملات أبقي طاولتي نظيفة وكذلك فصلي هذه إرشاداتنا في مادة التربية الفنية ودرسنا كما أخبرتكم الفضاء الخارجي لدينا هدف عام وهو أن يرسم الطالب والطالبة النظام الشمسي الشمس والكواكب وما يبدو في الفضاء أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على النظام الشمسي ثانيا أن يلون الطالب والطالبة الشكل بألوان الباستلس زيتي ثالثا أن يلون الطالب والطالبة الأرضية باللون الأسود المائي رابعا أن يستخدم الطالب والطالبة الملح الخشن لعمل تأثيرات مع الألوان المائية دعونا نتذكر ماذا أخذنا في دروسنا الماضية تكلمنا عن النظام الشمسي دعونا نتذكر ما هو النظام الشمسي قلنا نحن نعيش أين على كوكب ماذا كوكب الأرض إذن نحن الإنسان نعيش على كوكب الأرض الأرض كوكب أيضا قلنا أن الكوكب هو جسم كاروي ماذا نعني بكاروي؟ أي أنه يشبه الكرة دعونا نرى مثالا على الكرة الكوكب جسم كاروي أي يشبه الكرة إذن الأرض جسم كاروي تشبه الكرة وهو كاروي ضخم يدور حول الشمس هذا ما نعنيه بالكوكب جسم كاروي ضخم يتحرك حول نجم الشمس في نظامنا الشمسي يوجد كواكب كثيرة ليس الأرض فقط بل كواكب كثيرة وفي نظامنا الشمسي أقمار كثيرة وفي نظامنا الشمسي أيضا نجوم نظامنا الشمسي يتكون أولا من الشمس شمس وكواكب والأرض كوكب وأقمار نحن نرى القمر ليلا في السماء هناك أقمار كثيرة في نظامنا الشمسي نجوم شمس وقمر كواكب ونجوم تشكل وتكون نظامنا الشمسي هذا ما تعرفنا عليه في دروسنا الماضية اليوم سوف نتعلم استخدام الملح مع الألوان المائية في الدرس الماضي تكلمنا عن الألوان المائية قلنا لماذا هي ألوان مائية؟ لأنها تحتاج إلى الماء عند استخدامها إذن هي ألوان تحتاج إلى الماء كما ترون هي جافة تحتاج إلى الماء حتى أستطيع أن ألوان بها تعلمنا كيف نلوان في درسنا الماضي قلنا نتدرب على التلوين قبل أن نبدأ أن نلوان رسمتنا حتى تصبح رسمتنا وألواننا وتلويننا جميل ونظيف ماذا نحتاج للتلوين بالألوان المائية؟ نحتاج إلى الفرشة كما ترون فرشة نظيفة وبالتأكيد نحتاج إلى الماء وسنحتاج اليوم سوف نتعلم إضافة الملح بعد التلوين بالألوان المائية دعونا نتدرب على تلوين هذا المستطيل قبل أن نضيف الملح يجب أن نلون نختار لون سأختار اللون الأزرق إذن أضعوا الماء أضعوا الفرشة في الماء وأبدأ بتبليل اللون وأبدأ الآن التلوين كما ترون الألوان المائية تحتاج إلى أوراق خاصة سميكة للتلوين بها بشكل أجمل كلما أضفنا كثير من الماء أصبح اللون فاتح عند تقليل الماء يصبح اللون أغمق كما ترون أنا ألون باستخدام الألوان المائية استخدموا فرشة نظيفة نستطيع غسل الفرشة بعد استخدام الألوان المائية بهذه الطريقة لونوا أعزائي الطلاب والطالبات تدربوا على استخدام الألوان المائية قبل التلوين حتى يصبح تلوينكم مرتب وجميل بهذه الطريقة أنا ألون قبل أن تجف الألوان المائية أبدأ بوضع الملح عليها الآن هي ما زالت رطبة كما ترون انتهيت من تلوين هذا المربع أتأكد من أنها ما زالت رطبة وأبدأ بإضافة الملح لدي هنا كمية من الملح أبدأ بوضعه على الألوان أو على هذا المستطيل تأكدوا أنه ما زال رطبا كما ترون وضعنا الملح على هذا المستطيل هيا نلون المستطيل الآخر بنفس الطريقة بواسطة فرشاة نظيفة أبلل الفرشاة بالماء وأختار لون سأختار اللون الأحمر وأبدأ التلوين يجب أن تكون الألوان جافة أم رطبة عند وضع الملح أحسنتم يجب أن تكون الورقة أو الألوان ما زالت رطبة حتى أستطيع أن أضع الملح عليها بهذه الطريقة أنا ألون بأي لون أحسنتم باللون الأحمر لونوا بالألوان التي تريدون تلوينكم دائما رائع جميل تأكدوا أن تتدربوا قبل التلوين أنا ألون باللون الأحمر أتأكد أنها ما زالت رطبة بوضع الماء الآن أضع الملح على هذه الرسمة أو هذه الألوان وهي ما زالت رطبة عندما تجف تماما أبدأ بإزالة الملح من على الألوان أو الرسمة أو اللون التي قمت بتلوينه في الأخير سأحصل على هذه النتيجة كما ترون بعد أن أزلنا الملح تماما أصبح له تأثير على اللوحة كما ترى تعلمنا إضافة الملح على الألوان المائية لدينا الآن توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزا للطالب والطالبة الحرص على الجلوس الصحيح مساعدة الطالب والطالبة على حل الأنشطة تعزيز تشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر